بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحلقة الثامنة والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام مستمع إذاعة نداء الإسلام إلى هذه الحلقة الجديدة من لقائنا ودرسنا لسبوعي شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ حياكم الله وبركاته حياكم الله معالي الشيخ نستأنف ما توقفنا عنده في باب سجود السهو إذ قال رحمه الله وللبخاري عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذاك قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وهذا الحديث فيه بيان نوع من أنواع السهو وما يفعل من أجله وهو الزيادة في الصلاة سهوا فإذا زاد في الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو بعد السلام يكون السجود بعد السلام لأنه جبران وليس هو مكملا للصلاة فهو جبران يكون بعد السلام ولمسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين إذا زاد الرجل في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا فإنه يأتي بما نقص ويسجد للسهو سجدتين من غير تشاهد ولهما عن عبد الله بن مسعود مرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين هذا السجود للشك للشك في الصلاة هل صلاها تامة أو ناقصة أو زاد فيها فإنه يسجد سجدتين للشك ويكون ذلك بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان نعم وللبخاري بعدما سلم نعم ولمسلم فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب نعم إذا شك في الصلاة هل صلها تامة أو ناقصة فإنه يتحر ويبني على ما توصل إليه في تحريه ويسجد للسهو نعم وفي لفظ لأبي داود إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس نعم هذا كالذي قبله في أنه إذا شك في عدد ركعات الصلاة هذه تامة أو ناقصة فإنه يبني على ما ترجح في ظنه ويكمل الصلاة ويسجد للسهو يعني ما يغلب على ظنه يأخذ به ويسجد للسهو نعم ولمسلم عن أبي سعيد مرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقا ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان نعم هذا السجود للشك في الصلاة إذا شك أصلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على غالب ظنه يأخذ بغالب ظنه ويكمل صلاته ويسجد للسهو نعم فإن كان صلاته تامة فإن هذا السجود يكون ترغيما للشيطان وإن كانتنا أقصة فإن هذا السجود يجبرها وروى صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم نعم وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس للتشاهد الأول قام ولم يجلس للتشاهد الأول فلما أكمل الصلاة فإنه سجد لسه قبل السلام قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة نعم هذه الأحاديث الخمسة هي التي اعتمدوها في الصلاة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولهما عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين هذا الحبيث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من النسيان والسهو في الصلاة فإذا حصل شيء من الرسول فإنه ينبه وكذلك إذا حصل شيء من الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينبه نبهه المأمومون قال صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء النساء ويسجد للسهو فيكمل ما حصل من النقص للصلاة ويسجد للسهو نعم ولمسلم عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله وفي لفظ ثم قام فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعة وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر ولله في ذلك حكمة من أجل أن يشرع للناس إذا حصل منهم خلل في الصلاة ماذا يفعلون ويبين لهم ذلك قد صلى ثلاث ركعات من الرباعية ثم سلم ولم يجرؤ الصحابة على أن يكلموه فذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام أو إلى حجرته فقام ذو اليدين المسمى بالخرباط فقال هل حدث في الصلاة شيء أم لا قال لا قال أو نسيت قال لا قال ولا نسيت قال بلى نسيت صليت ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم استثبت من المعمومين قال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء إلى مكانه ثم إنه عليه الصلاة والسلام وقف وأكمل الركعة التي نقصها ثم جلس للتشاهد ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام نعم وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوع إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلها ثنتين وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثة ثم يسجد فإذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين نعم إذا نقص الإنسان من الصلاة سهوا وسلم ثم ذهب ثم ذكر أو ذكر فإنه يرجع ويقف في مكانه ويكمل الركعة الناقصة ثم يسجد للسهو ثم يسجد للسهو بعد ما يأتي بالتشهد الأخير وقبل السلام يسجد للسهو نعم ولأبي داود مرفوع لا غرارة في صلاة ولا تسليم سئل أحمد عن تفسيره فقال أما أنا فلا أرى له أن يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت نعم إذا شك في إذا شك في صلاة الهتام أو ناقصة فإنه يكملها ويبني على اليقين يبني على اليقين فإذا شك صلى ثلاثا أو أربعا في الرباعية فإنه يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو فإذا شك يبني على اليقين نعم وعن المغيرة أنه نهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت نعم نعم إذا سهى في الرباعية أو الثلاثية مثلا وقام وترك التشهد الأول سهوا فإن كان فإن كان لم يعتمد قائما فإنه يرجع وكذلك إذا اعتمد ولم يدخل في القراءة لم يقرأ الفاتحة لم يبدأ بقراءة الفاتحة وذكر أو تذكر فإنه يرجع يجلس ويأتي بالتشاهد الأول أما إذا شرع في ركن إذا قام سهوا وشرع في ركن الركعة وقراءة الفاتحة فإنه يستمر ويسجد للسهو نعم ولأحمد وأبي داود مرفوع إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجد السهو كما والله نعم وعن ابن عمر عن عمر مرفوع ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو نعم إذا سهى المأموم فليس عليه سجود السهو يتحمله الإمام أما إذا سهى الإمام فإن سهوه يكون عليه وعلى المأمومين فيسجدون معه نعم وقال إذا سجد فاسجدوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد عن الإمام فاسجدوا وهذا يشمل سجود السهو وإن كانوا هم لم يحصل منهم سهو نعم وقال أحمد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام وقال في غيرها قبل السلام قيل له شرح الثلاثة قال سلم من ركعتين فسجد بعد السلام هذا حديث ذي اليدين وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام هذا حديث عمران وحديث ابن مسعود في التحري سجد بعد السلام نعم هو يجوز في سجود السهو أن يسجد قبل السلام وأن يسجد بعد السلام ولكن إن كان السجود عن نقص في الصلاة فالأحسن أن يكون قبل السلام وإن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام هذا هو التفصيل في هذه المسألة نعم أحسن الله إليكم مع الشيخ وضعه ثوبتكم إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير والسلام أحضر